أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين عن ارتفاع حجم الصادرات الوطنية خلال العام الماضي بنسبة 7% لتبلغ قيمتها حوالي 5 مليارات دينار وذلك لأول مرة منذ العام 2014 وأرجع الوزير الزيادة إلى تصدير المنتجات الوطنية إلى مختلف الأسواق والسعادة تصديرها إلى أسواقها التقليدية بخاصة السوق العراقية إضافة إلى العمل على إجراءات لإزالة المعيقات التي واجهتها في بعض الأسواق وبين الوزير أن نمو حجم الصادرات الوطنية في حال استثناء صادرات المملكة من الفوسفات والبوتاس والخضار والفواكه ستكون 11% مقارنة بالعام 2018 وقال إن أهم أشركاء التجاريين من حيث الصادرات هم الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأسوية غير العربية والاتحاد الأوروبي إلى ذلك قال الوزير أن 15 شركة حصلت على تفويد للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي في إطار قرار تبسيط قواعد المنشأة اشتركوا في القناة